ما هو المتوقع واليوم دخول الحوثيين في صراع مع واشنطن وهذا التحالف في البحر الأحمر قد يعزز دور الحوثي في الداخل وإظهاره كمحور بين قوسين مقاوم الحوثي استخدم أحداث غزة أيضا للم شعبية وزيادة شعبيته داخل الداخل اليمني لكنهم ما ارتكبوا الحوثيين اتقاه اليمنين أكثر بكثير مما حدث هناك قرائم كبيرة ارتكبها الحوثيين بحق اليمنين والآن هو يقوم بعمل قرصنة داخل البحر الأحمر لم يؤثر على إسرائيل حتى كانت الضربات الحوثية باتقاه إسرائيل كانت محدودة ولا تأثير لها لكن هو لم يكن يتوقع أيضا أن يكون هناك رد أمريكي بريطاني بسبب القرصنة التي مارستها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر الضرر كان أيضا حتى على اليمنين لأن ميناء الحديدة كان من الموني الذي يستقبل البضائع ويستقبل الحاويات لكن الضرر كان على اليمنين ويضا على العالم أقمع هذه الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على مليشيات الحوثي هي تجعل مليشيات الحوثي في مواجهة العالم بسبب الأعمال القرصنة في جنوب البحر الأحمر بقى مليشيات الحوثي في جنوب البحر الأحمر يظل أيضا تهديد يظل لسنوات ما لم تحرر محافظة الحديدة وإبعاد الحوثيين عن مدينة الحديدة وأيضا عن المناطق المطلة على جنوب البحر الحمر كمحافظة تعز ومحافظة حجة الضربات الجوية لم يكن للحوثيين توقع أن تشهد أو أن تطال صنعاء هذه الضربات أيضا صاعدة يبدو أن تركيز الأهداف كان تركيز على البنية التحتية للميليشيات الحوثيين كعبارة عن مصانع الصواريخ وأيضا الورش الخاصة بالطائرات المسيرة خصوصا أن الضربة طالت قاعدة الديلمي في صنعاء وهي قاعدة عسكرية بالإضافة إلى معسكر فقعطان أيضا هناك اللواء معسكر الجند الضربة أيضا في مطار تعز مطار تعز يستخدم لغراض عسكرية من قبل حوثيين هناك سفن حربية أيضا قصفت مطار الحديدة مطار الحديدة بالفترة الأخيرة كان هناك قصف بالصواريخ على السفن من مطار الحديدة وأيضا الطائرات المسيرة حتى أن الملاحظة أن هذه المواقع العسكرية التي استدفت كان هناك أثر كبير على هذه البنية التحتية لأن هناك كان تصاعد لسنة اللهب هناك خصوصا أن هذه البنية التحتية لم يستطع الحوثي أن ينقلها بهذه السرعة خصوصا مع إعلان الولايات المتحدة وإعلان المملكة المتحدة لأنها ستنفذ ضربات ضد أهداف الحوثيين بسبب أعمال القرصانة التي يمارسونها في جنوب البحر الحمر نعم تحدث لتوه مجدي يقول أن عدد الأهداف التي ضربت قد يرتفع إلى أكثر من عشر في ظل الأنباء والبعلومات المتواترة ترجمة نانسي قنقر